وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن موافقة المجلس على الوثيقة جاء بعد عرضها على أعضاء الحكومة إسرى تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الكبراء والاقتصاديون خلال منقشات الحوار المجتمعي بشأنها من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت ذاته على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد وأكد رئيس الوزراء أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجمهورية سيتم البدء في مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة والاستمرار يدا واحدة دولة وقطاعا خاصا في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسبب التعديلات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية عبرت في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والطويل إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وفي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر